بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم معنا في بث جديد وموضوع جديد دونالد ترامب لم يعود يدري ماذا يفعل فيبدو أن تأثيرات كوفيد 19 أو كورونا على الولايات المتحدة وبالضبط على دونالد ترامب هو تأثير كبير جدا لدرجة أن هذا الأخير وأصبحت قررته تجر عليه في الآونة الأخيرة الكثيرة من السخرية والاستغراب والاستهجان والتنديد وأصبح يضرب شمالا ويمينا ولم يعد يفرق بين العدو والصديق مناسبة هذا الكلام هو البيان الذي أصدرته اليوم إحدى أكبر شركات في العالم المصنعة للمنتجات الاستهلاكية وقالت في هذا البيان أن البيت الأبيض وبالتحديد دونالد ترامب طلب منها التوقف فورا عن تصدير أقنعة N95 إلى السوق الكندية ونحن نعرف أن الأقنعة الطبية حاليا هي من أكبر المنتجات التي عليها طلب في العالم وتتنازعها الدول بكيفية ملفتة للنظر دونالد ترامب أمر الشركة 3M والتي مقرها في مينيسوتا أمرها بالتوقف عن إرسال الأقنعة إلى كندا وأمريكا اللاتينية لكن هذه الشركة التي تعرف نفسها على أنها المورد الرئيسي للأقنعة للسوقين الكندي والأمريكي اللاتيني قالت بأن هذه الخطوة سيكون لها أثار إنسانية كبيرة وأضفت الشركة بأن مثل هذه الخطوة ستؤدي على الأرجح إلى الانتقام من البلدان المتضررة وفي هذه الحالة سوف ينخفض عدد الأجهزة التنفس المتاحة في الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية التوقف عن تصدير المعدات الطبية إلى كندا جاء ذلك أثناء مؤثمر صحفي خارج مقر إقامته وأكد بأن الحكومة الكندية تعمل عن كثب وعن قرب مع الولايات المتحدة الأمريكية لمنع هذا السيناريو من أن يتحقق أي سيناريو منع تصدير الكمامات إلى كندا وأضف رئيس الوزراء الكندي بأن هناك الألاف من الممرضات والممرضين في وينتسور ويعملون في ديترويت الأمريكية ويعتمد عليهم الأمريكيون كل يوم وقال بأن هناك منتجات طبية وأساسية تسير في كل الاتجاهين عبر الحدود الأمريكية الكندية وسيكون من الخطأ أن يحدى أحد البلدين من وصول البلد الآخر إلى المنتجات والأفراد اللازمين للخدمة الطبية عبر الحدود ومع ذلك لم يذكر رئيس الوزراء الكندي ما إذا كان سيجمع مباشرة مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب كما أنه لم يوضح ما إذا كان سيقوم بأعمال انتقامية ضد هذا القرار الأمريكي أم لا نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند المحت إلى أنها تريد من الأمريكيين التراجع عن هذه الفكرة وكذلك الخطط التي أعلنت عن الولايات المتحدة مؤخرا وهي نشر جنود على الحدود بين البلدين الشركة الأمريكية أعلنت بأنها في وضع صعب حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقدها بشدة وتضرع بما يسمى قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار هذه الشركة على إعطاء الأولوية للسوق الأمريكية لأقنعتها جدير بالذكر أن بيان الشركة يأتي في وقت تكافح فيه العديد من البلدان حول العالم للحصول على المعدات الطبية الأساسية لمكافحة جائحة كوفيد-19 وخصوصا الأقنعة وفي سياق ذي صلاة اتهمها سياسيون فرنسيون الولايات المتحدة الأمريكية باستطوي على طلبية للأقنعة كانت موجهة إلى فرنسا هذا الأمر نفته الصفرة الأمريكية في باريس اليوم وتؤكد أنه لم يشتري أحد في الحكومة الفيدرالية أقنعة كانت مخصصة لفرنسا وصدر بيان اليوم من الصفرة الأمريكية في باريس ينفي أي مسؤولية من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وفي سياق هذه الحرب المستعرة التي يبدو أنها بدون أخلاق حول الأقنعة فقد أكد حكام العديد من الولايات الأمريكية أن هناك منافسة فوضوية للسيطرة على الأقنعة حتى بين الولايات بل وحتى المستشفيات ضد بعضها البعض وذلك من أجل الحصول على هذه المادة التي أصبحت حيوية في أيامنا هذه وعلى سبيل المثال للحصر فإن مالك فريق نيو إنجلند بطريوتس أرسلت طائرة الخاصة للفريق للحصول على مليون قناع كانت في الأصل موجهة إلى ولاية ماسا شو ستس ويبدو أن الأمريكان لم يعودوا يعرفون ماذا سيفعلون وهي ضربة قاصبة من كوفيد 19 أستودعكم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة